لماذا برأيك ما يزال الملف الإنساني في اليمن هو من أصعب الملفات التي تعاني أو تمر بها البلاد رغم تعدد الأزمات التي تمر بها بلادنا؟ بالنسبة للعمل الإنساني في اليمن لدينا ثلاث أطراف هي مشكلتنا في الثلاثة الأطراف الطرف الأول المليشي الحوثية والطرف الثاني حكومة فاسدة والطرف الثالث أيضا منظمات دولية فاسدة اجتمعت الثلاثة الأطراف على المواطنة اليمني يعني الآن ظهرت تقارير من الأمم المتحدة أنه حدث أن هناك فساد كبير في العمل الإنساني أو من قبل المختصين في منظماتها إضافة إلى أن تأخذ قرابة من 40 إلى 45% مصارف تشغيل وهذا مبلغ كبير يعني مقارنة بحجم المبالغ التي ضخت لليمن أن تذهب مثل هذه المبلغ لمجموعة من الأشخاص التي يمثلون العمل الإنساني وبدون أن تذهب للمستعقين يأتي في الطرف الثاني طرف المليشي الحوثية تريد أن تستحوذ على كل المساعدات هي تريد أن تستلم كل المساعدات وتقوم بصرفها كما تريد وهناك ظهرت كثير من الفضائح أن المواد الغذائية للمساعدات إما أنه تم فسدت في المخازن أو أنها بيعت في الأسواق وهذه النتيجة لأنه يتم تسليمها للقيادات الحوثية إضافة إلى الطرف الثالثة الحكومة حكومة لا تبالي سواء بالرقابة على المنظمات أو سواء أن تسهم وأن تقوم بآلية عمل عبر مؤسساتها عبر مؤسساتها بصرف هذه المساعدات هذه الثلاثة الأطراف هي التي جعلت العمل الإنساني في اليمن كبير من بداية الحرب إلى الآن ضخت أموال هائلة إلى الآن أنا لا ألوم المجتمع الدولي أنه لم يعد يمول لأنه وصل إلى قناعة بأن ما يدفعه لا يصل إلى المستحقين لذلك لماذا يدفع ولماذا يظل يمول مثل هذه العملية هنا لا بد من وقفة جادة سواء إما من الحكومة الشرعية وهي المعنية بهذا الشعب أن تعيد الأثقاء للمجتمع الدولي أن يتم يعادة بورة العمل الإنساني ويتم صرف المساعدة لكل الناس أن يترك ذكرت أربعة مليون أنا لا أعتقد أن نتكلم على عشرة إلى إثنى عشر مليون مواطن يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية كل هذا يذهب هباء المنطرة ما بين الثلاثة الأطراف التي تعبث بالعمل الإنساني في اليمن فيما يخص في الفترة الماضية عقدت مؤتمرات للمانيحين لدعم خطط الاستجابة في اليمن أين ذهب هذا الدعم بعد هذه المؤتمرات؟ المؤتمرات الأخيرة لم كثير من الدول حجمت عن دفع أي أموال الأموال السابقة التي دفعت أموال كانت مهولة الجميع يعني يستغرب أين ذهبت كل هذه المؤتمرات كانت تكفي يعني ليس لليمن للنازح تكفي للمجتمع اليمن والعديد من السنوات إذا كانت تم صرفها بالطريقة الصحيحة والحقيقية لكن مجرد أن يتم عملية صرفها مجرد احتفالية وتصوير وقمنا بصرف كذا وكذا يدبى زيت وانتهى الموضوع عند هذه القصة لا رقابة لا متابعة حتى نستطيع أن نقول أنه كثير من التقاير الصحفية صدرت كثير من التقاير الدولية صدرت لا أحد يبالي أين ذهبت هذه الأموال وفي الأكيد هي أموال ذهبت إلى جيوب إما مسؤول على المنظمات أو إلى قيادة المنليشة الحصيحة أمام كل هذه المعطيات أستاذ رشيد كيف تقرأ مستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن؟ نحن الآن على أبواب تقريبا الشتاء قادم أعتقد سيكون الوضع كهريفي يعني أنه في ظل خاصة الآن الأسئلة التي تتم النازحين تركوا بدون مأوى تقريبا إذا لم يتم تدخل سريع من المجتمع الدولي ونحن أصلا العبل الكبير هو على التحالف المفروض أن يعي مسؤوليته في مثل هذا الشيء ما لم فإن الوضع سيكون كارتي نحن أمام مجاعة كبيرة لا مرتبات الآن قرابة الثمان السنوات لا مساعدة إنسانية إذن أين يذهب؟ لا مأورهم نعم إضافة إلى أنه نقص ضخ أموال المساعدة الإنسانية سيؤثر على سعر الصرف يعني هي كانت من ضمن تمويل أو زيادة المعروض من العملة الأجنبية من جانب المساعدات الدولية الآن عدم وصول هذه المساعدات سوف يزيد من الضغط على العملة الأجنبية وسوف يرتفع سعر الصرف